اشتركوا في القناة 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 اما حاجة في الشغل اللازي يكون جامد عشان شغلنا يطلع مزبوط مقاساتنا في التقطيع برضو لازم ان تكون مزبوطة وانلزع الحتة الصغيرة كده زي ما انتم شايفين ديها تلها تشيل التلفون وهنلزع الجنب التاني برضو انا اخذ على ماسي التليفون عشان له حبينا نحط التليفون كمان الحامل يشيل معنا اتنين تليفون ونلزاق كويس ده عشان خاطر تمسك كويس ده ازمنك تطلعش هم وبكده خلصنا الحامل بتاعنا ايه رأيكم حطها للتليفون ايه رأيكم تمام جميل انا شايف انه جميل وما كنا نحطها لازل وضع وكده برضو براحتك ومعنا الحامل التاني هنستخدم له ست قطع من الكارتون زي ما انتم شايفين اول قطعة ستكون عرض 13 في 6 ونص وقطعتين صغيرين سنتي ونص في 6 ونص وقطعة 4 سنتي في 5 ونص وقطعة 8 سنتي في 8 سنتي وهنطح النص على شكل مسلس واما حاجة تكون مزبوطة زي بعضها مسلس قائم الزاوية ويلا بينا نلزق الحامل بتاعنا استخدام المسدس هنلزق من الضلع الكبير للمسلس وهنواسطنو على نص القطعة الكارتون اللي معنا 13 سنتي وهنبدأ نلزق الحتة اللي 4 في 5 ونص في نص المسلس برضو وهنبدأ نلزق مسلس التاني أما حاجة نزبط الشغل يكون زي بعضه وهنبدأ نلزق الحتتين بتاعنا الصغيرين السنتي ونص في 6 ونص اللي هم بيحكم التليفون حامل بتاعنا ده ممكن يشير الجس تليفونات مع بعض حاجة بسيطة خلص الحامل كده به رأيكم نحط عليه التليفون تمام جميل وكننا نحط التليفون أفقي أو رأسي وكننا نحط اتنين جنبعة او اتنين عزيني يحطوا التليفونات يتفرجوا صغب بعض وهنعمل الحامل دلوقتي هنحتاج له حتة اتنين كارثون حوالي 15 في 15 ونرسمهم بشكل كده كمسلس وهنعمل في الطرف دايرتين هنعمل دايرة بردو هنعمل في النص مثل دايرة كده تمام وانا طاح بكتر وانا طاح اتنين طبخة. مطن. بالمقص بالقطر على حصر راحتنا. زي ما انتم شايفين حضركم دية اتا نحتاج منها اثنين. خلصنا دية حضركم. هنعلم عليها التانية. هنطلح بارجز الكطر. ونرجع لكم. زي ما حضركم شايفين الصناعة مرجعنا لكم. وهن. هنفرغ. دي من هنا. وهنفرغ دية موجود الفواني ذا. عشان نركوهم فبعا. تمام. هنفرغ. 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 هنفر. وزي ما حضركم شايفين التليفون. حامل جاهز خلاص اتفرج عليه جميل جدا وستخدمش فيه غير قطاتين كارتون صغيرين باستخدام مرصة او قطع وده حامل التليفون ايه رايكم لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير عشان محتاجين دعمكم باستخدام اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوش الشير واللايك واشتراك في القناة تفعيل زر الجرس ليصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته